عقدت هيئة البحرين للثقافة والأثار مؤتمرا صحفيا بمناسبة حصول جناح مملكة البحرين الجائزة الفضية في معرض إكسبو ميلانو 2015 متفوقا على أكثر من 140 بلدا مشاركا وخلال المؤتمر تم الإعلان عن عزم الهيئة بتشييد الركن المشارك على أرض مدينة المحرق وذلك بالتزامن مع اختيارها عاصمة لثقافة الإسلامية لعام 2018 قطعة من البحرين كانت قد بسطت على أرض معرض إكسبو ميلانو جعل من أعين زواره تشرئب نحو رونقها المعماري وحدائقها ذات البهجة والثمر التزام بموافاة الشروط وتنوع في المعروضات إلى جانب مليوني زائر كلها عوامل أفضت إلى نيل البحرين الأسبوع الماضي جائزة المرتبة الفضية في المعرض وبعد أن وطأت الجائزة أرض البحرين عقدت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وبحضور السفير الإيطالي في البحرين ألبيرتو فيكي مؤتمرا صحفيا لاستعراض هذا المنجز العالمي وتبيان الأسباب التي جعلت من ركن البحرين محطة اختيار لجنة تحكيم الإكسبو كما تم الإعلان عن إعادة تشييده في مدينة المحرق بالتزامن مع اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 هذا النجاح الجميل يؤكد أن ما تختاره الثقافة ما تعتني بتقديمه للعالم عبر مشاركاتها في المحافل الدولي وحصولها على هذه الجائزة لهو حضور للبحرين على أجمل مستوى وتقديم لكل ما تتميز به البحرين من خصوصية تميزها عن ربما عدد كبير من المشاركات التي قدمت أيضا أجنحة متميزة لقد جذب جناح مملكة البحرين في إكسبو ميلانو 2015 اهتمام الحضور والإعلام الإيطالي والعالمي بسبب تميزه في العرض وهذا ما أهله للفوز بالمرتبة الفضية في مجال الهندسة المعمارية جناح مملكة البحرين حظي خلال فترة المعرض باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية وذلك نظرا لما قدمه من بناء عصري ومشهد طبيعي زراعي احتوى ثمرا بحرينيا أصيلا إلى جانب دخوله ضمن قائمة الأجنحة الأكثر تحقيقا للاستدامة هي الجائزة بالذات اللي حصلنا عليها هي الجائزة لأحسن جناح بالنسبة للعمارة والزرع نوعا ما بالذات ليش اختاروا جناح البحرين اختاروا لأنه كان عنده رسالة واضحة اللي هو ترويج الارث الزراعي من خلال هالعشر حضائق المثمرة وتانيا لأنه المعمار نفسه كان متميز وكان له شخصية قوية ليس هذا فحسب فجناح البحرين لم يدع شاردة وواردة من ثقافة البحرين إلا وتم عرضها أزياء ومأكولات إلى جانب بعض الفنون الشعبية اجتمعت كلها في مساحة ألفين متر مربع لتصبح البحرين بعد ذلك الوطن العربي الوحيد الذي تفرد وتفوق بسام لمدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين